تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 12 شخصاً علقوا في حافلة وصيارة كما أجلت 20 عائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه في عدة مناطق بولاية سكيكدا وأفادت الحماية المدنية في بيانها أن مصالحها قامت بإنقاذ 8 أشخاص كانوا علقين داخل حافلة لنقل المسافرين وأربع آخرين كانوا على متن سيارة إثر ارتفاع منسوب مياه وادي فندق على مستوى بلدية عزابة كما قامت وحدات الحماية بإجلاء 20 عائلة من سكناتهم كإجراء وقائي إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الصفصاف بالمكان المسمى الساسي بعصيدة بلدي رمضان جمال وأشارت مصالح الحماية المدنية أنه تم تفعيل مخطط النجدة الولائي ووضع مركز قيادة عملي على مستوى الوحدة الثانوية عزابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر